تطبيق يساعد الصمة وضعاف السمع المكسيكيين على التواصل بسهولة مع الآخرين استوحت فكرته طالبة العلوم المتفوقة استيرلا سالازار البلغة من العمر 17 عاماً من شقيقتها الكبرى بيرلا التي ولدت بخالل نادر يؤثر على القدرة على الحركة والسمع وأجريت لبيرلا البلغة من العمر 25 عاماً أكثر من عشر جراحات تبعتها سنوات من العلاج الطبيعي وأخترتها مدرسة للغة الإشارة أنها لن تتمكن من تعلم الإشارة بسبب حالتها وقالت استيرلا أنها سألت نفسها بعدما شهدته من تمييز ضد بيرلا ما الذي سأفعله لمساعدة أختي وهو ما دفعها للبدء في ابتكار تطبيق لتوصيل المتحدثين بلغة الإشارة المكسيكيين لمستخدمين لديهم القدرة على السمع لما يسمح للناس بالتنقل بين لغة الإشارة والكتابة والرسائل الصوتية أو العكس وشكلت استيرلا مجموعة من حوالي 90 مشاركاً بينهم ناطقون باللغة المحلية ومترجمون لتطوير التطبيق الذي تأمل في إطلاقه هذا العام وفي الشهور الأخيرة بدأت الأسرة تتعلم لغة الإشارة مع تحسن قدرة بيرلا على الحركة ونشأت استيرلا في بلدة للطبقة العاملة قرب مكسيكو سيتي وكان تفوقها الدراسي سبباً في تخرجها من المدرسة الثانوية قبل ثلاثة أعوام من زملائها كما تقول والدتها ويقدر عدد الصم وضعاف السماع في المكسيك بخوالي 4.6 مليون فرد وفقاً لجهاز الإحصاء المكسيكي ترجمة نانسي قنقر